ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الشخص ممكن أصلاً الفلسفة دي تتغير بعد كده يعني شفنا معمالين كتير بيغير فلسفاتهم بعد فترة فأنت تشوف المعمال دا وتعملها إمتى عمل الموضوع أو عمل الكتلة دي إمتى عشان تفهمه وغيرها بعد كده شفها عيوب ما شفش عيوب وخلافه بعد كده المعمالي لما يجي يصمم كتلة أو لما يجي يعمل كونسيبت يبقى فيه نظرة معينة لي ناحية المشكلة التصميمية بتاعته يعني كل معماري برضو يشوف نفس المشكلة بيشوفها بشكل مختلف عندكم لما بيبقى فيه مسابقة معمارية مثلاً كبيرة ممكن تلاقي مية تصميم كلهم مختلفين عن بعض مع أن المشكلة التصميمية هي هي مع أن الأرض اللي بتعامل لها المبنى هي هي الميزانية هي هي الدولة هي كل حاجة هي هي بس تلاقي مية تصميم مختلف ليه؟ لأن كل معماري بتعامل مع المشكلة التصميمية عن طريق حاجة مختلفة ممكن مثلاً معماري بيركز قوي على المساحات أو على التجربة المكنية زي مثلا واحد بيركز أكتر على الجيومتري على هندسة الأماكن واحد بيفكر أكتر على السياق وإزاي أعمل مثلا مبنى داخل مع السياق بتاعه من غير محسس السياق أن هي حالة جديدة داخلة عليه. واحد بيهتم أكتر بالأشكال. واحد بيهتم أكتر بالسيستمز اللي جوه المبنى زي مثلا مبنى بتاع بومبيديو سنتر اهتموا بالسيستمز اللي هي الميكانيكية الكهرباء والكلام ده كل. واحد بيهتم بالخواص الإنسانية بالأحساس بالمبنى أو تصرفات الناس اللي داخلها المبنى وخلافه. فأنت ليه عايز تعرف الكلام دوت عشان تفهم هو ليه الراجل حل المشكلة التصميمية بالشكل دوتنش بشكل تاني عشان أنت لما تيجي تعمل أو تيجي تقلد حتى الشكل بتاعه تبقى عارف أن هو حل المشكلة دي كده عشان هو عايز يخاطب المشكلة الفورنية ما أنت ممكن لما تتقلد المشكلة بتاعته هو أصلا أنت ما عندكش المشكلة اللي هو حلها بالشكل دوت بقى أنت حلتها على الفاضي على سبيل المثال مثلا يعني حاجة لسه تتبقى مبارح على الفيسبوك الأوبة مثلا الأوبة اتعاملت أصلا في الأساس لزمان. مش عشان هي رمز إسلامي ولا حاجة. هي أصلا الأوبة متاخدة من المسيحيين يعني من بيزنطيين طب ليه عملوها عشان ما ينزلش كولومز ينزلش عاميد في نص المسجد عشان المسجد أنتوا عارفين أن الصارة بين العاميد ما يكرهوها مثلا. قال الراجل عايز يسيب مساحة فاضية كبيرة. الناس تصل براحتها. الصفوف تترصب راحتها من غير أي عوالق في النص. فهو زمان التكنولوجيا اللي كانت متوفرة أنه هو يعمل أوبة. لو زمان كان فيه تكنولوجيا بتخليهم يعملوا سقف مستوي كان ممكن يعملوها. وفعلا فيه مباني كتير اتعاملت مثلا جامعة قرطبة وجامعة آآ الأموي ممكن في بعض أجزاء وخلاف وفيه حاجات فيه جامعة كتير قديمة برضو وفيها سقف مستوي هي كان زمان بالتكنولوجيا فأنت لم يكن تعمل ببنة في العصر الحالي لو الأوبة مرهاش لازمة مرهاش فانكشن مرهاش وظيفة. واحد يقول لي عشان الصوت. يا عم الصوت ايه ده بيشتغلوا بالميكروفونات دلوقتي. انت تسمع الناس برا الجامعة بصوت الامام يعني فمش منطقية تكلف فلوس أكتر وكمان نوع من الإصراف الماء المنهي عنه. انا مش عايزة أغير موضوع المحاضرة بس عايزة أفهمكم يعني النقطة ان انت تفهم الراجل المصمم عمل حل المشكلة دي. ليه؟ على أساسه لما تجد تعمل نفس الحل تبقى انت عارف وفعلا تحليلها بالشكل دوت عشان الشكل الفويني ولا انت عملها كده وخلاص الصفحة دي والصفحة اللي بعضيها هي بعض الأفكار الفلسفية لبعض المعماريين. يعني مثلا فيه معماري مشهور لس is more روبرت فندوري بعدها قال لس is more. واحد قال اللي قال له الكثير والتاني قال له القليل يعني الكثير والتاني قال له القليل يعني الممل اللي هو بتاع الفوست مدرنزم المشهور قوي اما بعد الحدثة روبرت فندوري ففيه ثقافات فيه يعني فلسفات مختلفة كل معماري بيتخذها عشان يصمم هل معنى كده ان واحد صحة واحد غلط لا هي فلسفات مختلفة كل واحد بيعمل اللي على مزاج طيب خش على اللي بعده اي نحل ديت كمان اوكي ده نشوف الأول حاجة نظيفة كده من ال او تحليل لمبنى كده بشكل محترم نشوف هو تعمل ازاي المبنى اللي تكلمت علمي شوية هو في باريس مركز مشهور جدا تعمل عن طريق مسابقة مير وبيانو عملو المبنى ده قبل ما تشوفه كده بتقول لنفسك هل المبنى ده شكله حلم من بره مثلا او شكله حلم ليه انا بتكلم على اي مبنى اي مبنى مش بس ده اي مبنى تشوفه عب كثيرا من الطلبة ان هم مش بدوا نفسهم الوقت ان هم ما يفكروا ان هم ما يسألوا نفسهم في دماغهم قبل ما يقرروا او ممكن يعملوا كده بغير وعي فمش بيستغلوا الفرصة الكاملة لفهم المبنى فانت اوقف كده ويسأل نفسك بصوت جوه نفسك كده انت سمعه وتقول المبنى ده شكله حلو طب لو حلو ليه هو حلو لو وحش ليه هو وحش ممكن حتى تدون يعني تكتب في ورقة طيب ممكن تقول هل التصميم بتاعه كويس بعيدا عن الشكل بكل حاجة بقى بالوظيفة بتاعته بخدمته للسياق الاخ الاخ ولو كويس ليه ولو وحش ليه ليه يعتبر مثال سيء بعدها السؤال اللي بعده ايه اللي بيميز المبنى دوت عن النباني المختلفة الاخرى بتبدأ تفكر وتقعد تتفرق وتحلل وتقول ده مختلف واحدين تلاتة اربعة بعدك هتسأل نفسك السؤال اللي بعده هل المبنى دوت بأي شكل من الاشكال هيساعدني في التصميم اللي أنا عايزة عامله ولو هيساعدني هيساعدني ازاي تبدأ تفكر تقول اه مثلا هنا خد السلم بره المبنى عشان يفض من جوة المساحة أنا ممكن أعمل كده مثلا في الجابعة الخلفية عشان الاخ الاخ فاتت تقعد تفكر وتحل بعدك هتقول نفسك ايه هي حكاية المبنى دوت اللي تعمل بالشكل الفلاني يعني انت ما ينفعش تحكم على مبنى انه وحش ولا حلو برضو من غير ما تعرف الحكاية طبعا احد يقول لي طب ما انت اول سؤال سألت وشكله حلوة دوت انطباع مبداي بس عشان تحكم الحكم النهائي لازم تعرف حكاية المبنى دوت أنا المبنى دوت لو حد قال لي عليه من غير مثلا بعرف حكايته هل ما لديه شكله حلوة لاحيش هبقى متردد هقول شكله غريب شكله مستفز بس لما تعرف حكايته تعرف وتصمم كده ليه فيه حاجات معجزة المبنى دوت فيه حاجات رهيبة على مستوى الانشائي على مستوى التفكير المبنى دوت اثر في مباني كتير جدا بعضو يعني فيه مباني كتير جدا الكونسبتات بتاعتها متاخدة من المبنى دوت سواء بقى كمسلا free space او structure الاخ الاخ فرحكة دي تتسارى عن نفسك بعد كده بقى تبدأ تحليل ايه المبنى بتاعك فمسلا الصفحة بس بطيبة شوية هتيجي دلوقتي ها مثلا تبدأ تتعرف عن الكونتكست تبحث كده في جوجل وتشوف المبنى دوت عمل ازاي اصلا وتعمل ليه وتاعتقد تبدأ تشوف علاقة المبنى دوت بالمحيط بتاعه دلوقتي تبقى فيه جوجل ايرث حيات دي اصلا مكتوبة جاهزة مباني كتير جدا بس في جوجل ايرث برضو في الدور الاوروبية في street view يعني ممكن تماشي الراجل كتاب تتماشى في الشوارع فانت بسهولة جدا كأنك بيتفسح هناك تشوف علاقة المبنى دوت بالمحيط بتاعه ووقفين ازاي كان ببعض وخلافه بقى كبه زي الشاطر بتشوف البلانات بتاعته وتشوف الناس بتقرب للمبنى دوت ازاي وبتخش منين طب ليه بتقرب كده عشان بتشوف مثلا ان الشراء الفلاني خد منه مدخل عشان مثلا الشراء ده فيه كذا كذا او المدخل ده حطت هنا ومدخل ده حطت هنا عشان كذا كذا بتقعد تفكر في كل حاجة ليه طيب الكلام دوت بيشكل في دماغكم يا شباب موسوعة كده زي البنك كل ما تتحلل المبانية اكتر كل ما في دماغك افكار تبقى كتير اوي فلما تيجي تقابل مشكلة تصميمها في المستقبل ان شاء الله لما تيجي تصامم اي حاجة هتقول لدماغك تحاول تشوف الرصيد اللي في البنك عندك هتقول لنفسك ايه ده طب ما ده فيه مبنى فلاني كان الرجل عملها كده وانا ينفع عندي كده طب انا عملها كده تيجي في مشكلة تانية في نفس المبنى تقول لده في المبنى الفلاني عمل كذا كذا فينا عملك وتقعد تاخد من هنا حل وتاخد من هنا حل وتاخد من هنا حل وتاخد من هنا حل وتعمل لهم تركيب مع بعض كده يطلع لك concept لطيف جدا وحلو حلو لك مشاكل كده جدا ومشاكل الحلول دي اثبتت فعاليتها عشان هي اصلا متخبئ من امثلة نكحة بقى انت تقللت بس بيبقى المهارة بتاعتك انك تركيبهم على بعض وتعمل concept كويس بعد كده بتشوف circulation جوه الplan نفسه بقى الناس بتحرك ازاي سواء على المستوى الافقي يعني في نفس الدور او على المستوى الرأسي الأسانسيرات السلال المتحركة الرمب او لو موجود رمبات او ايان كان تشوف حطها فين في البلان تأثير البلان عليها وخلافه تقعد بقى تحلل وترسم يا ريت لو تعرف ترسم فوق البلان او حتى تشوفها وتعمل sketch كسريع حاجات دي بتثبت اكتر بين ايه بال sketchات او انك تشغل ايدك معاك بعد كنشوف ال ratio او النسب النسب والتناسب بين حاجة كتير جدا ممكن بين البرنامج نفسه ممكن تشوف بين public المساعة العامة ومساعة الخاصة او تشوف بين الكتلة نفسها يعني لو في لو الكتلة فيها كذا كتلة كاي بتشوف بتحلل النسب والتناسب هنا زي قلت لكم structure كان حاجة معجزة في المبنى دوت عشان كده مثلا اللي نكترى عن structure بقى تعمباني هيفيدك وممكن برضو يفيدك في تصميم اللي نباني فيه مباني كتير جدا الكنشوف بتاع ببقى مبني بس على structure وده واحد منهم يعني structure عظيم في المبنى دوت هنا بتحلل function او الوظيف لتعمباني فبتشوف مثلا ايه اللي محطط فين وتحطت هنا ليه مثلا هنا المتحف اللي فوق كان بياخدوا ضوء بشكل ما ممكن يؤثر على المحتوىات اللي بواه سلبا فرحوا عملوا حواية fake حواية false مثلا ceiling او false walls وبشوف عشان يننعوا الشمس شوية واخلاف فالحاجات دي التفاصيل دي حلوة وتخليكوا استفيدوا برسميواتكم شوف برضو site plan وحطها ازاي على الارض وصل ازاي بالشوارع وصل ازاي بالحياة الخلفية مبني علاقة ابي واخلاف وتحلل الفساد عشان تفهم النسب والتناسو وتفهم الفارغ والسولد والفويد بتشوف الضل تحل الsection برضا عشان تشوف العلاقات الرئاسية العلاقات الرئاسية سواء كحركة كcirculation يعني او حتى كنظر ان الشخص اللي في الدول التالت هل ممكن يبص على الشخص اللي في الدول الاول ويشوف وازاي ممكن تعمل العلاقات رئاسية مرئية طبعا بتحلل البرانات دي حاجة مهمة جدا مش بيحتاج حطاف عليها كتير وممكن تتقرأ وتشوف على يوتيوب فيديو عن المبنى تشوف الرابورتاج على الجوجل مثلا الناس بتفكر في المبنى ده ازاي الفيدباك بتاعهم ايه تشوف على الانستجرام تتقرأ صور لي تشوف الناس كتب عنه ايه لو كتب ايه حاجة زي ما انت شوفت ولما تعمل كده مبنى واحد بس ممكن ياخد منك نص ساعة مثلا ممكن اكتر بس بعد ما تخلص تحليل المبنى دوت هتلاقي انت استفدت جدا غير لما تتفرج على بنت الرست ساعة بنت الرست تتفرج عليه ده حاجة كويسة ورد مش غلط يعني بس انك تعط مع مبنى واحد في فترة الطويلة دي لو فعلا مبنى كويس ده هيفيدك اكتر بكتير بعد كده في حبة حاجات احنا زي ملتاك ممكن نحللها زي اول حاجة مثلا السياق السياق اللي مبنى موجود فيه السياق يعني يعني البيئة المحيط عاملة ازاي مش بس كبيئة اللي هو مثلا في القرية ولا في المدينة ولا لا كل السياقات سياسي اقتصادي اقتماعي ثقافي الاخ ممكن اصلا حاجة اقتصادية تأثر على المبنى كله فانت ما تبقى شفاهم في الاول هما لعملوا بالشكل ده بس تعرف بعد كده ان كان فيه ميزانية محدودة فاضطر يعملوها كده ممكن ما يبقى شفي امكانية للمعمار انه ياخد المتيريال المعينة من حتة يحطها هنا عشان مثلا اللوجستيك او التكلفة فهو بقى محدود بمتيريال زي معينة اضطر انه يستخدمها او ممكن مثلا هناك فيه رطوبة معينة عشان كده اضطر انه يستخدم المتيريال دي بعينها مش متيريال تانية فانت ما تجي تتفرج تقول ايه ده ده عمل كده شكلها وحش قوي كان ممكن يستخدم الخشب ويبقى شكلها رطيف قوي طب ما ممكن اصلا يكون عايز يستخدم الخشب بس هو ما عرفش عشان الحاجات دي فانت بازم تعرف السياق كله الاول قبل انه تحكم عن المبنى عشان كده انا بحيي جدا بعض المعمارين لما حد ييجي كمعماري او كصانع عن واحد عادي واحد عادي يتفرق واحد يتفرق يقول رأي وعاد انه مش شغلته يعني فهو الطبيعي انه يقول شكل واحد شكل عادي بس انت لشخص متخصص تخيل مثلا انت دكتور وهي واحد يقول لك الحال دي عام ازاي يقول لك شكلها حالة خطيرة لا ما فيش حاجة اسمها شكل لها انت دكتور انت فاهم في شغلك لازم تتحلل لها بشكل دقيق انت كمعماري برضو لازم يقعانك نفس الحاجة عشان تفرق عن الشخص بعد حاجة الموقع المبنى دوت بتشوف هو المبنى دوت فان هي منطقة الجو بتاع عامل ازاي عشان تعرف تفهم فعلا تعامل المعماري مع المبنى دوت كان كويس أبسط مثال مشهور جدا لما واحد يعمل لك مثلا مبنى كل ازايز في الصحرة هيقول لك نمش مبنى مستدام لانه هيبقى حر جدا مش عارف ايه وهيكلف طاقة كبيرة فلي احنا عرفنا كده عشان عرف نوع لكن لو المبنى ازايز دوت هو هو مثلا في فلندا ممكن يبقى مستدام في فلندا لك عشان ياخد الشمس فيخلي الدنيا نساعة دوها وخلافه وانا تشوف تأثير الاجتماعي والثقافي على المبنى لان مواجه عام المعماري بتأثر بالموضوع دوت يعني مبنى ده ممكن تعمله انا انا بس اقول لكم في مدينة هنا في تركيا اسمها ازمير المدينة ده مدينة متفتحة في ناس بيس يعني الرئي المصريين ففي احد العمارات كان كلها الوجه بتاعتها ازاز وانا ما يشي مثلا بتشوف الناس اللي عادة في الصالة عادين وبتشوف هم بتفرقها على تدريزيون ومش عافية بيأكلوا نسمعهم معادي ممكن الناس اللي سكن بس انت هل ينفع تعمل كيف القاهرة مثلا في شوبرا لا مستحيل لان الثقافة بتاعتهم مختلفة اولا الحالة الاجتماعية مختلفة مفهوم اللي هو الخصوصية مختلف لشان كده انت لازم تفهم الراجل عمل كده لي الاول قبل من انت تحاول تقلده لان ممكن يكون السياق الاجتماعي والثقافي مختلف تماما يعني مثلا في مبنى في اصد مشروع تصليم حضري واحد عمل كده كنب في الشارع طويل اوي الناس بتنام عليه مثلا والبقى تنام عليه في الشارع وبترى الماسكة حتى نظرة الشمس وبترى كورنان وبترى هل ممكن تعمل كده في دولة العربية مستحيل يعني او مش حاجة كويسة اصلا لان احنا ثقافتنا مختلف فانت قبل بتعمل حاجة قبل بتقلت حاجة اسأل نفسك الحاجات التي تعملت في انا الثقافة والتقفير الاجتماعي ايه على اساس تاخدها او لا حاجة كمان لازم تعرف الموضوع بتاع المشروع او تقفين بتاع المشروع ايه على اساس انت بتشوف حال فعلا لما اجأ احاول استلهم من المشروع دوت هل ده مناسب ليه او لا يعني مثلا ما تجيش تستلهم مشروع مثلا يعني الشرط طبعا بمئة في المئة بس ايه او خليني ما اقولش المثال عشان ما اقفلاش عليكم بس حاول يبقى في دماغك يعني في دماغك الثين بتاع المشروع يعني مشروع مثلا بيستخدم يوم واحد في السنة تصميمه يبقى مختلف تماما عن مشروع بيستدم كل اسبوع مرة مثلا هيبقى في المغاك فيه عشان تبقى انت واعي اللي انت شايفه لازم تقرأ الكونسيبت لو تفرجت على الصور بس بغير ما تقرأ الكونسيبت من المعماري يبقى انت ما فهمتش المشروع ورده بشكل كامل ورده لازم تفهم زي والتلك الناس بتوصل لمشروع ازاي ازاي بيجذبك كده ويقولك تعالى زرني ايه علاقة المواصلات او علاقة العربيات مثلا بالمحيط بتاع المبنى بتاعك وازاي مثلا بيدعوهم برضو من اشهر الامثلة برضو بعض المباني اللي هو مثلا الدخول مش بيبقى كده من القدام تخليك تلف كام من وراء وتخش من وراء ليه ساعة يقولك عشان اخلي الراجل مش عايز اعمل زحمة هنا وخلافه فاخليك برضو تحاول تفكر بعد كده تشوف الكتل او تشوف بتاع المشاريع عشان تعرف الراجل كونها ازاي وكونها على اساس ايه مش بس منظر بتشوف البلانات بتشوف الراجل نفسه الايه وخلافه بعد كده بتفكر في جاملات المشروع ليه شكله حلو ويعني استرب تشوف الماتيريال والاسطح يعني ازاي الماتيريال المختلفة في المشروع برضو بتفاعلوا مع بعض اللي هما بيسموها الpoint detail النقط كده الرفياء اللي هيا مثلا تلاقي ايه الخشبة ازاي متصلة مع الحديد ده ركبة في الكون في حاجات بتبقى ممتعة جدا في المباني اللي بره فما تفوتهاش وانا تفرج على الصور حاول برضو تشوف يبقى اغنى والكل يبقى اجمل بعد كده تشوف السياق او النسيج بتاع المبنى بتاعك هو النسيج الوامراني اللي حواليه بتشوف بتاع المشروع بتاعك وسط اللي حواليه بتشوف النسب والتناسب مثلا للجبهة للبلان بتشوف تأثير الضوء وازاي الظل بيلعب جوه المبنى اللي انت تعمله يعني تشوف زي ما قلنا الناس مشى ازاي جوه المبنى وتتحلل طبعا الستركشور وتشوف علاقة الانتيريور والاكستيريور ازاي ببعض وتحلل كمان الماتيريال اللي هما استخدموا في الانتيريور وفي الاكستيريور لان ساعات بيبقى في ماتيريال محدش بيستخدمها مثلا او مش حاجة بتصان كتير في العرب مثلا بس بتصان برا ومعروفة مثلا او حاجات كده مبدعة طب حاجات دي انت ممكن تستخدمها برضو وممكن تراقيها في الدولة بتاعتك بس محدش بيستخدمها كتير ليس من اسباب او مش بيعرف ويستخدمها فانت لما تاخدت وتحطها يبقى شكلها حاجة كويسة تحلل المداخل وتحلل المساحات تحلل حاجة اسمها الهيراركي الهرمية بين المساحات ومعضها بتشوف الجيومتري بتاع المباني عامل ازاي حل البلان من جوه ازاي لان بشوف ساعات مباني من بره شكلها جميل جدا بس البلان من جوه مش بحلول كويس لي عشان هو ما حللش عبل كيف بلان يحل على مزاج فأكيد يحصل اخطاء فلو حل الاول المباني يتعلم من المباني بتاع العمارة ويعمل المبنى بتاعه تشوف الواجهات وتشوف الديتيل اللي هي موجودة تشوف اللاندسكيب اللاندسكيب مهم جدا ليه بقى اللاندسكيب مهم جدا عشان تعرف الناس اللي هم برجة دولت لما يصميم المبنى بيصميم اللاندسكيب بتاعه ازاي لان فيه كتير جدا من طلبة العمارة في الزات مش بيعرفوا يحل لاندسكيب بتاع المشروع وبيقفوا فيها مش عارفين يعملوا ايه طيب شوف المشاريع اللي بره عملوها ازاي يعني ازاي العلاقة بينهم واحاول انت تعمل حاجة شبهة بقى يكايب شوف الاستثنائبالي طبعا شوف المبادئ الاستثنائبالي الاستثنائبالي متطبقة ازاي هنا في الجزء داوت انا مشرح الحيات اللي شرحت ها لك بسرعة فنعضيها على السريع هنا مثلا تحليل لأحد المبادئ الاخرى وهو الاراب وورل انستيتيوت من جون نوبال طبعا ده شكل تاني من التحليل ان تشوف ال بلان بتاع ويحل ال تشوف الضوء الطبيعي داخله ازاي مثلا ال concept التعامل ازاي ممكن تعمل ب sketch شات يعني جميلة وبسيطة وكتاب طبعا فيه كذا حاجة برضو شبيهة بكده ال 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 مهمة جدا يا شباب يعني انت عشان تحلل المبنى كويس لازم تعمل sketch ال diagram للمبنى ولما تجي تعمل ان شاء الله تصمم مبنى لازم تعمل برضو فهيت ايه diagram يعني بشكل سريع اللي انا كنت عايز اقوله النهار ده هو كده فلو حد عنده اسئلة او عنده حتى اضافة عايز يقول هاري انا هكون سعيد جدا فهيت يقول هاري جزاكم لكل خير يا دكتور لو في اي حد عنده اي اسئلة فالمي قطر مفتوح لو في اي حد عنده اي استثارات يعني استثار تعليق اعتراض حتى على حاجة قولتها اي حاجة ممكن تقولها يا شباب تمنى تكون محاضرك سريع شوية حاولت اختص لها في الوقت بس تمنى ان شاء الله اضافت لكم حاجة بسيطة هل في اي استفسارات يا شباب طي ممكن اقول حاجة ثانية يا وردو يعني نصيحة تحاولوا كل يوم على الاقل تحللوا مبنى من الشرط تحللوا بالطريقة الكاملة ديت بس على الاقل تاخدوا ربع ساعة وقتكو تحللوا مبنى بالشكل دي ستقوني بعد شهرة لو نفسكم حللتوا 30 مبنى ودي حاجة ممتازة جدا دي ملتلكوا البكرة القدرة التصميمية هتزجد بشكل رهيب في كتب بتعمل كده برضو في كتاب اسمه precedent analysis حتى ممكن اعرهاركو كان عندي موجود برضو pdf يعني ممكن تراؤوه بسهول ان شاء الله precedent analysis داوت الكتاب داوت يا شعب اللي أخضر داوت داوت أو اللازلاء يعني دي لونين فاكتاب داوت جميل قوي president in residence in architecture داوت كتاب كبير وفيه كده تحليلات كتيرة جدا يعني فعشان كما ممكن تفتح كل يوم مثلا مبنى وتتفرغ علي داوت عشان موجود pdf مبنى فيه يوم تحليل كويس قوي 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 يعني بصراحة ممكن برضو تحملوه إن شاء الله وتقلوا كل يوم مساء مبنى فيه خلاص في 25 يوم وفعلا في حاجات هتمتح لكم دماغكم بشكل رهيب كتاب ممتاز 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 الكتاب داوت يعني حتى أحسن من الأول اللي التي قريب الكتاب داوت وممتاز وممتاز 25 buildings every architect should understand فدوت برضو ممكن تشوفو عشان مقول PDF يعني فعشان كاول تلك وممكن برضو لو عايزين تشوفو أي كتب من BIC برضو بيشح مشاريعه بشكل لطيف بال Diagrams فإن برضو موجود PDF منه ممكن برضو تقروا الكتاب داكتاب لطيف جدا ومسهل تقرواها في رأيي هو كتاب 25 buildings داكتاب والكتاب داوت Simon N هو نعم متن رجل مشهور جدا تقروا كل الكتب لو تقدروا وكلها تقروا ودى PDF فهو عنده كتاب داوت وعنده كتاب اسمه analyzing architecture كتاب داوت نفس الكتب بالنسبة للناس يعني كتابين داوت للناس اللي هم شوية مثلا في سنة تانية تالت رابعة الناس اللي في سنة أولى خالص نفس الكتب برضو يكتاب مهم اسمه exercises in architecture learning to think as an architect كتاب داوت لازم كل واحد في أولى لازم يرى كتاب داوت يعني أساس كتاب ممتاز 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 فسايمون أنوين أنا أنصحكم به داوت لتلكم كتاب بس مبنى واحد كم صفحة في اليوم مش هأثر عليكم كتير يعني مش هاخد من نطقه كتير اتفضل بشمان سيهاب أنا معرفش أنا الأول شكرا على المحاضرة الجميلة دي أنا وفي عندي ملاحظة يعني كنت حاب أن أنا أضفها مش عارف هي صحة ولا غرض بس يعني أنا حاجة نفسي كنت يعني ملاحظها كتير وأنا شغال في تحليل مداني أو خلال فترة دراستي أو شغال في الدراسات العالية أو الكلام دا هي الترند من ضمن الحادثة المفهود اللي أنا يعني كمعماري أخد بالي منها هو الترند العام بتاع الكون اللي إحنا عايشين فيه أو الدنيا كلها مش إزاي بمعنى مثلا الفترة بتاعة الحرب العالمية التانية أو بعدها حسيت أنه ظهر ترند بدأ أنه انتشر في العالم كل اللي أنا هبني بالطريقة دي للظروف المحيطة بتاعة الفترة التاريخية كلها أنا ممكن السياق اللي أنا ببص فيه للمبنى مايبقاش بس للسياق اللي المبنى موجود فيه لأ المفهود هنا كمان بص على السياق التاريخي كله حتى في تروفيوس مثلا لما كان بيحط النظيرات المعمرية بتاعته وكان بيكلم على السرائل يقول إن أحسن سلم هو السلم اللي بيكون نعيش فيها هو الترند الرياضي إن أي حاجة جميلة في الدنيا هي الحاجة الرياضية كويسة مثلا الفترة الشعاعية لما انتشرت وقصة ماليا بدأ تنتشر بدأ برضو يظهر زي تنفسه المباني وشكله من المباني موجودين حاليا إحنا عاشم في الفترة التكنولوجيا فألاقي التأسيرات بتاعة العمرة الذكية ومش الترند بتاع العالم مؤثر حرفيا في تصميم المبنى في مكان معين أم لا اللي بلاحظه تاريخيا إنه كان بيحصل يعني تفرط فجأة بمعنى صحة وصفة إزاي ممكن هبسطها مثلا لو ظهر تكنولوجيا معينة عند اليونان مثلا بلاقي التكنولوجيا بدأت تتنفس بمباني موجودة فعند الفرصة في قرام في الفترة بعد حرب العالمية المثل التانية ما كانتش العالم أو الانتشار بتاع المباني أو المباني اللي هي زي حالية اللي هي المبنى اللي بتعمل في مكان ينفى يتعمم على أي مكان تاني ما كانتش منتشر بس بالرغم من كده إنه الفكرة بتاع التسكين بعد الحرب العالمية التانية بدأ يظهر في دور تانية ما كانتش محتجاه زي عندنا في مصر مصر فأنا مش عارف ايه واجهة نظرك في الموضوع ده هالفعل الترند ده يعني حاجة مؤسرة حرفيا بتأثر في المصمم ولا ممكن ده كنت هايقات شخصية من ده أنا مش عارف لا لا فلا لا انا متبقى معك ربما يكرمك والله على التوضيح يعني انا فرحان انت شرحت النقطة دي بشكل مختلف عن الشكل اللي شرحته فأنا كنت قصد يعني لما قلت الفلسفة التصميمية للماماد والعامل اللي هو تأثر بها كان قصدي الفلسفة التصميمة اللي هو وراء تصميمه يعني اللي انت ممكن ترعلي الترند يعني هي يعتبر فلسفة تصميمية فمثلا انت قلت الشيوعية هي مبنية على فلسفة معينة او حتى الهاي تيك مبنية برضو على فلسفة معينة وخلافه يعني احنا ممكن اوكي في العالم بتاعنا ممكن في ناس بتقلد الحاجات الدنيا فيما تبقى عارف هي بتعمك دي والطبيعي يعني زي ما انت قلت التأثر بالترند اللي موجود في العالم حاجة عدي جدا حتى زمان يعني كانوا بيعملوا في كتاب زي في ترويز او حتى كده بيعملوا حاجة شبه القايد اللي بيخلي المعمرين يقلدوا الشغل بتاعه يعني ان هو شايفين ان الشغل ده كويس ولو يقلده هيبقى نجاح بالنسبة له فالطبيعي يعني شايفين ان هو موضوع ان الناس تتبع الترند حاجة طبيعية لو هي فعلا حاجة مناسبة للسياق بتاعهم زي ما ناس كتير بتقلد حسن فتحه لقد واتي مثلا بعيدا عن عن النقشة الداير حاولين مشوانة حسن فتحي بس لسه لغاية الاند في ناس بتقلد الشغل بتاعه ولسه ناس شغل بي وخلافه فهو الترندات ان شايف انه مش ترند واحد في العالم او شايف انه فيه طراز واحد بس مهيمن على كل العالم فيه طرازات كتير جدا في ناس لغاية دهاتي لسه بتستغل من بوستمودرنزم مع انه مات من معظم الدول يعني في ناس لسه تستغلهم لغاية دهاتي للمودرنزم مع انه مات بعرضه من زمان يستسام التفكيكية في ناس تستغل وخلافه يعني ممكن نقول ان السياق الحاكم هو الانترناشنل ستايل او ان عدم الهوية شوية او الماولة او الماولة زي ما حضرتك قلت بس النقطة زي ما قلتلك ان المهم جدا ان اتفق معك فيها مهم جدا ان احنا نعرف الفلسفة التصمية للشخص على اساس ان حد نحن نستفيد منه ولا هتعامل مع الشغل بتواب حضر نوعا ما اشكرك مقدنا على التعليق المفيد شكرا جدا هل في اي سئلة اخرى او اي تعليقات اسعد ان اسمع تعليقاتكم او اراءكم 37 كتاب ممكن تشوف 25 أكتب حتى ممكن أكتب اسم الكاتب وشوف الكتب بتاعته واحد كان يسأل حسابي ممكن شكرا باش منصمر هو كتب الحساب بداي أي حد سألنا حاجة ممكن يتوصل معي إن شاء الله أعتقد ما هيش أسألة باش منصمر ممكن لنهي هذا اللقاء السريع جزاكم لكل خير أستاذنا الفضل ألف شبه حضرتك يلا شعب